إلى مصر حيث رفض رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل استقالة وزير السياحة هشام زعزوع التي قدم احتجاجا على تعيين أسعد الخياط أمير الجماعة الإسلامية السابق محافظا للأقصر ووفقا لموقع اليوم السابع فإن قنديل نجح في إقناع الوزير زعزوع بالعدول عن استقالته وأنثارت عيون الخياط محافظا لأكبر مدينة سياحية في مصر موجة انتقادات حادة لكون أميرا سابقا للجماعة الإسلامية التي نفذت عمليات مسلحة ضد السياح كان أبرزها حادث الدير البحر عام سبعة وتسعين موجة من الغضب تجتاح العديد من المحافظات المصرية خوفا من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على المناصب العامة الكبرى صدامات حامية اندلعت بين مؤيد ومعارض قرار الرئيس المصري بتعيين محافظين جدد ففي محافظات المنوفية والفيوم والأقصر حاول المتظاهرون منع الإخوان من دخول مكاتبهم الأمر الذي أدى إلى وقوع اجتباكات استخدمت فيها طلقات الخرطوش وزجاجات الحارقة والعصي والحجارة ما أسفر عن إصابات وفي الإسماعيلية طرد المحتجون المحافظة الجديد خارج مبنى المحافظة في الدقهلية حاصر المتظاهرون المحافظة داخل المبنى لعدة ساعات قبل أن يتدخل الأمن المركزي لإخراجه دون أن تشفع له تصريحاته بخلع عباءة الإخوان أمام غضب الشارع شهود عيان قالوا إن النيران اشتعلت في مقر الجماعة في طنطة علاوة على إحراق مركبة محافظ كفر الشيخ أثناء إيقافها أمام منزله في المدينة وزير السياحة هشام زعزوع وجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته احتجاجا على تعيين متشدد سابق محافظا للأقصر حيث الكثير من الآثار الفرعونية قبل أن ينجح رئيس الوزراء في إقناعه بالعدول عن الاستقالة بحسب مصادر صحفية حالة الغليان هذه في الشارع المصري اعتبرها مراقبون خطوة قبل العصفة التي ستحل يوم الثلاثين من يونيو الجاري ترجمة نانسي قنقر